أرسلت إثيوبيا وفدا رفيع المستوى إلى دول مختلفة لإطلاعها على موقف أديس أبابا بشأن سد النهضة وتوجه الوفد برئاسة الرئيس السابق مولاتو تيشومي إلى أوروبا لقاء كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وتتزامن هذه الزيارات مع جولات عربية يجريها وزير الخارجية المصري سامح شكري حامل أن رسائل إلى الزعماء العرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بمسألة السد